هذه الإقالة بطبيعة الحال أفرزت عدة نماذج أولا نموذج بن عديو نفسه كشخصية وطنية امتلكت مشروعا اتسقت مع الأهداف الوطنية العليا قدمت نموذج للأداء الإداري والسلطوي على المستوى المحلي أظهرت قدرا كبيرا من الأخلاص عملت نقلة كبيرة كما وردت في شهادة الأخ تركي على مستوى المحافظة لكن الأهم فيما قام به بن عدوي وهذا الشيء الذي سأذكره الآن هو الذي يقف خلف محاولات التحالف إزاحته من منصبية في محافظة شبوة وهو أنه عامل على تصليب المشروع الوطني في محافظة شبوة جعله أكثر تماسك وين أكثر قوة صعب على المخططات التي تحاك حول المحافظة الجنوبية بشكل خاص وجد المخطط الذي يريد أن يحيد المحافظة الجنوبية كجزء من تفكيك الدولة اليمنية جعل مهمته في محافظة شبوة صعبة للغاية شبوة تحت الموقع مفصلياً وهي تبدأ شبوة تدخل ضمن منطقة النفوذ السعودي صحيح أن الإمارات تصدرت لماذا نفرق بين الإمارات السعودية وهم معنا؟ في هذه الإقالة على الأقل لا لا الإمارات لها دور تخريبي في المحافظة الجنوبية وهي رأس حربة في المشروع الانفصالي في دعم المشروع الانفصالي لكن فيما يتعلق بشبوة شبوة هذه تدخل ضمن النفوذ السعودي أنا أريد أن نقول شيء وأن المملكة العربية السعودية لعبة الدور المحوري في الإطاحة بمحمد بن عدو لماذا؟ لأن هي تريد شبوة خارج نفوذ الانتقال هي لا تريد أن تكون شبوة جزء من نفوذ المجلس الانتقالي أو حتى جزء من نفوذ الإمارات